اللجنة المنظمة لبطولة مراكش المفتوحة لكرة المدرب على الكراسي المتحركة أكدت خلال الندوة الصحفية التي عقدت بالمدينة الحمراء لتسليط الضوء على هذا الحدث الرياضي أن جميع الظروف متوفرة لضمان نجاح هذه التظاهرة الرياضية التي تنظمها جمعية العالم معنا بشراكة مع النادي الملكي للتنس بمراكش والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة أخذنا بش ننظموا على عاتقنا بش ننظموا هاد البطولة الدولية المفتوحة اللي نقضيالها كي يعاونوا اللاعبين بش يتأهلوا الأولمبيات مع العلم هذه هي آخر بطولة اللي كيتحسبوك نقضيالها للأولمبيات كي نقضي 13 دولة لمشاركة من أمريكا اللاتينية من أوروبا لعبين أقوية اللي غادي يجيو ويشاركوا معانا وينافسوا كي نفسوا على النوقات اللي غادي يخولوهم بش يتأهلوا الأولمبيات الندوة تميزت بتكريم نازيها بوزهر وهي فتاة في وضعية إعاقة وزو ماراس من فرنسا التي حظيت بشرف حمل شعلة الأولمبية في سان شامون في يونيو 2024 الجمعية مش فقط تشتغل على الجانب الرياضي بل الجانب الاجتماعي أيضا والإنساني لهذا ارتأت خلال هذا اللقاء أنها تكرم المرأة المغربية شخصين أول حاجة الرياضية يزوي لأنها حملات درت تمارين من أجل حمل المشعل والشعلة للألعاب البرالامبية ومعانا امرأة في وضعية إعاقة نازيها المملكة المغربية استطاعت أن تراكم تجارب كبيرة في تنظيم المنافسة الرياضية حيث اصدفت خلال السنوات القليلة الماضية عدة مسابقات قارية ودولية